موسيقى موسيقى حياكم والله متابعين الكرام في حلقة ديدة من برنامجنا فيتستري حيث نسطر أروع القصص في تاريخنا رياضي سهل انك تعرف الصح وسهل انك تقول أنا باشر بقوم وبسوي شي صح لكن الصعب انك تتم تكرر وتعيد تسوي شي صح على مدة طويلة فيه وايد ناس نعرفهم كل يوم يقولون باشر ببدأ مشروع وباشر بسوي شي لكن عمرهم ما يكملون لكن ضيف حلقتنا لليوم هذا هو الانسان اللي قال أنا باشر بقوم بسوي شي صح وسوى وتم يسوي مدة طويلة اليوم نستضيف شخص على قطة من نور على علم في مجال كمال الأجسام للطبيعيين اتوقع عرفته راحوا معنا وضيف حلقتنا الكوتش أحمد بسيوني حبيبي حبيبي حسين انا عايز اقولك انت ازاي عملت المقدمة دي من غير ما تحضر والله طلعت لا شو انا عارفك انا عارفك فقبل ما اتيك اتفكر يعني شو اكثر شي انا احبه في كوتش أحمد فقدت هو ده يعني كل يوم تفتح انستجرام تشوف كوتش احمد منزل فيديو زيقت مني منزل فيديو كيف تسوي التمرين هذا صح منزل فيديو وهو في الجم وماشاء الله الرينج أوف موشن ماشاء الله التمبو انا عارف المعلومات لك انا ما قدر اصويها لكن كوتش أحمد غير لا انت كل في كل والله انا عايز اقولك انا بقدن باب معاك برتحنا بسين والله يدوق كده اه والله كوتش شوف نحنا دوم نبدأ بسؤال والسؤال هذا ربط لك انا خايف ترجع بالزمن وشيه شوف انا في العادية مسألة للضيف اكون تقريبا عندي فكرة وشو بيقول لكن والله اليوم ما عندي اي فكرة بس انا متأكد من شيء واحد ان الحوار بيأخذني لمكان حلو كوتش لو كوتش احمد الصغير شافك اليوم يعني كده ابو عشر سنوات بيكون فخور باللي وصد لا ولا لا وليش بص انا عمر ما هقولي ان انا فخور باللي انا في يعني اللي يشوفني هو اللي يقول بس انا ممكن اقولك ان انا مبسوط الحمدلله بل انا يعني عارف ساعات دايما بيقى جواك حاجة ان انت حاس ان ان انت انا المفروض كنت اعمل كده من زي ما لما تعملها تحس ان انت مبسوط حاجات كتير بقى عديت بيها حاجات ان انت عارف لما فيه ناس كتير بتخاف تبدأ في الحاجة عشان انا ممكن اعملها اوافشل او 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 بس اللي الواحد عدى بيه السنيني فاديت دي كلها سواء نجحت فيه او فشلت فيه انا متأكد انت بتتعلم حاجة بديدة بس هي القصة بدأت عايز تعرف ندخل في القصة انا بقى عارف يوم انت صغير ان انت حاطيت في باري تبدأ ستوني كوتش كمال اجسام عمري تعرف من المحاطيس المالي ان انا بقى كوتش او كلم من ده خالص اوكي انا تحب احكي لك الموضوع من الاول طيب 2004 انا عني الاول 37 سنة ما شاء الله العمر كله الله يخليك 2004 كنت في خلينا نقول في اول سنة في الجامعة في كلية هندسة الله كلية هندسة انا مهندس مدني انا مهندس مدني انا مهندس مدني 2004 كانت اول سنة لها في الجامعة اوكي طبعا احنا عندنا في مصر احنا عندنا معرفش في دبي هنا او في الامارات الموضوبة بقى ازاي بس احنا عندنا سنوية عامة اللي هي زينا تقول هاي سكول مثلا فكانت اخر سنة انا وعملش حاجة جلو ان انا بذاكر ووالدتي بقى ربنا مسياء بخير تدخلواها بالسندورشات كل وذاكر كل وذاكر خلصت سنوية عامة انا كان عندي القابلية ان ازيد في الوزن فانو مخلص سنوية عامة كان وزني في حدود 110 كيلو ماشاء الله و110 كيلو انا مش طويل انا فريم صغير يعني انا طولي 170 فطبعا كنت المهم جيت فبعد ما خلصت فأول سنة في الجامعة واحد صاحبي كان معايا قال لي بسيوني وما دا يقول لي بسيوني انا اسم احمد بسيوني فانت عارف مصر كلها احمد ومحمد فانت عارف مصر كلها احمد ومحمد احنا تخانوا انت عارف بقى الجامعة انت عايز بقى شكلك حلو فقالت له طيب ايه اللي المفروض نعمله طبعا انا ما عرفش يعني ايه جم ما عرفش يعني ايه انا كانش حتى فيه الموضة بتاعت الجمات بتاعت دلوقتي كانوا زي بيسموها ايه جم بلدي تدخل بار وضمبلز والحديد مصدي وما فيش ما فيش فقال لي بسيوني انا رحت لدكتور وداني ورقة امشي عليها وانا همشي عليها عشان نخسي صاحبي دا لحد النهار دا لسه مخسش على فكري انا رح للدكتور عشرين سنة هو اللي رح للدكتور جاب لي الورقة جاب الورقة عارف نظام الدايت اللي الناس كلها بتعملوا لو انت تسحى الصفحة حتة جبنة وخيارتين ومعرفشوا على الغدا مهم كان الكلام دا كان في رمضان 2004 حالو بلقتي مشيت على الدايت طبعا كان دايت كاسي جدا كارديو كتير جدا جاري كتير جدا كل حاجة كتير نزلت من 110 كيلو وصلت لحد 54 كيلو ما شاء الله بس في كم المدة يعني اعطاك كانت في حدود الست شهور كان بشكل مش صحي خالص خالص لدرجة ان انا كان الناس قرايب كتير المسافرين كان يرجعوا خلاني كان يرجع يقول لي ولدتي احمد في حاجة مش مزبوطة او بشرب حاجة ولا ايام انا عارف اولا الجامعة سكت مخدرات وبتعلي شوفي المشكلة طبعا بيجي لهبوط على طول تعبان تحليل دم فيه أنيميا كل حاجة بايزة المهم طبعا زي زي اي واحد كان وزنه زيادة مجرع ان انت بتخس بدا فرح ان انت تروح تشتري لبس روحت انا مثلا مأسي كان double x large وشعف ايه وكلام من ده مهم بعد ما خسيت دخلت قلت اروح اشتري بقى انا فاكر اروح اشتري medium بقى او لقى large مثلا بقى مبسوط اروح ايس large كبير علي است medium كبير علي small كبير علي extra small كبير علي اينا اروح اخمسين كبير كل كنت بقى باسم kid section الكلام ده وانا في جامعة صح وبعد لانا جيت لي ان كان اغلبة كارديو فما في كتلة عضلية مفيش جيم كل ده من غير جيم من غير جيم انا يعني هبقى بعطلك صور تبقى تشوف الشكل هتتخضي يعني فحسيت وقتان فيه حاجة غلط فبدأت وقتان انزل جيم نزلت الجيم بدأت بعد ثلاث شهور ابدأ اشوف نتيجة بس عارف كانت دائما عندي مشكلة ان انا عارف زي ما بيقولوا الفورمال اللي هي بنسميها احنا مصر فورمال اللي هو انت جسمك بيزيد عضل بس في نفس الوقت مش شايف تفاصيل تحت جسمك عارف خلينا نسميه skin fat لما انا خسيت جسمك رفاع جدا بس تحت اللبس مفيش تفاصيل لسه عندي بطن انا مش عارف هيدي بطن ولا ده جلدي زيادة ولا ايه والنقطة دي فضلت فترة طويلة لحد ما قدرت استوعبها بدأت اتمرن بعمل شكل كويس بس برضو مش مرتاح لشكلي تحت اللبس فقلت خلص انا عشان كنت مليان فانا عمري ما هشوف تفاصيل ولا هشوف عضلات بطن ولا هشوف عروق ولا اي حاجة خالص فخلص قلت اتمرن كده عادي تفيد اتمرن سنة في التانية في التالتة بس طبعا اللي هو ايه اتمرن وقت الامتحانات ابطل تمرين ارجع تانا اتمرن واكز نروح الجم من البسطة انا واصحابي وباكل عادي اللي تقدر علي اه بالزبط ووقتها ما كانش في بقى فيها عندك اي وسيلة من وسائل السوشيال ميديا زي دلوقتي 2004 دي كان الفيسبوك لسه بيطلع كان قبلها كان فيه ICQ MYRC ما كانش فيه اي حاجة ماي سبيس اظن و MSN ميسنجر والتبعة تنج والحاجات الانت والICQ والحاجات دي ده كان الويب ساعة الوحيدة اللي كان موجود كان هاي فايف تقريبا ماكنش فيه حاجة تانية ما كان فيه شي صح ماكنش فيه حاجة تانية خاصة ولكن ادخل شوه ده مني clip.com ايه والله لور عليك بالزبط ماكنش فيه اي حاجة تعرف منه اي معلومات فانت ماشي بتروح الجم المدربة بعضلات كبيرة ده هو يعني كل الموضوع استرويدز هو بيقول لك اعمل هنا 3 في 10 فانره احامل 3 في 10 هو ايه لي 3 و ايه لي 10 انا ما اعرفش وسهو راعمل اصابات بقى وكيف تفيد خلع مرة يعني عارف عديت بحاجات كتير فالمهم افضل تتمرن كده وخلاص وانا في دماغي ان انا سعرات معرفش يعني ايه الكلام ده بس كل اللي انا اعرفه ان الرجالة المفروض تأكل 3000 سعرة الستات 2000 سعرة ده كانت المعلومة الوحيدة اللي عندي هلو 3000 وانت على 3000 ها ما كنتش عرف غيرها مفيش فاروح ااكل بش شبه كده مفيش بقى طبعا ولا ما يفيت نسبال ولا اي حاج فاروح مثلا السوبر ماركت قدام الجامعة اجيب مثلا شوكولاتة جيمتين وخمسين يبقى انا مثلا لو قالت منها واحدة يبقى انا اعرف اللي هو ماشي كده بالشبه ده طبق بتاعي ده رز وفراخ اقول الرز مسلوء الفراخ مسلوء الخضار سوتين بس فعادي كانت صحيحتي بدأت تتحسن لكن شكلي مش اللي انا عايزه لسه فضلتت مرة لحد ما خلصت جامعة في 2009 2009 دخلت الكشف بتاع الجيش جالي قافة كان انا دي اخ بس ما عرفش قالوا لي عندك هايبر اكستنشن في كوعك فوقتها قالوا لي خلاص انت قافة والله هممتاز دوايس 2009 جيت الامارات هلو اول شغل اللي هي كان ما اشتغلتش خلص في مصر جيت هنا اشتغلت مهندس عادي في الشركة فضلت طول الفترة دي عادي برضو حابب التمرين التمرين بالنسبالي خلاص بقى زيه زي يوم من يعني عارف لما حاجة غيرتك انا مش قادر اصابها صح خلاص ده منتهي فضلت عادي في بطمرن وبدأت ادخل وقتها كان بعده اليوتيوب يطلع في 2010 تبدأ تلاقي شوية ناس يطلع ويتكلم وتدقتول اه ده بيقول كذا وده بيقول كذا طب معرفش ده في حاجة اسمه ISSA ادخل زكرها بزاكر لنفسي اخو الكرسز لنفسي ولا في دماغي ان انا هبقى مدرب ولا ادخل بطولات ولا كلام من ده خالص المهم فضلت ماشي 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 لحد ما في 2013 جوزت بعدها الحمد لله رب ان رزقني بيوسف وبعد كده ليلة ان شاء الله لحد ده الكلام ده في 2014 2015 فقررت وقتها ان انا هغير تجاه الرياضة شوية وقلت هشوف انا عايز اعرف اللي في بطني ده وده دهون ولا جلد زيادة لان انا عارف ان انا لو جلد هيبقى زي الجلد اللي في ايدي هنا بس انا بامسك الجلد اللي بحس ان فيه حاجة يعني مش مقتنع فقررت وقتها ان انا هبدأ اروح اغير الرياضة خالص هبدأ اعمل زي ماراتونز عايز خلاص انا فهم وقتها يعني ايه كالوريز ان تيك يعني كالوريز ان كالوريز اوت الكلام ده كله فانا خلاص عايز احرق عايز احرق خلاص هلوز مصل مش فانا معي انا عايز اشوف الموضوعها ودين الحد ده فين عايز اعرف مجرد انا عايز افهم بلأت وقتها كلام ده في 2014 2015 فكانت بيتش لو تفتكر ايام كان لسه ما فيش حاجة فيه خالص غير الشبكة بتاع الفوليو وملعب الراكت اخي ايام صح ايام ما كان فاضي كان فاضي خالص احن زحمه اه اه كان وقتها كان ال جي بي ار هو اللي كان فيه ايوا ايوا كان توط على بعد ايه كان توط على ال جي بي ار اه اه كان اسمه وقتها ذا ووك انا فاكر الكلام ده قبل الترام ايوا 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 صح قبل الجزء اللي ورا اللي هو قبل الجزء اللي ورا اللي ورا جي بي ار ده اه اه فاكرنا الوقت تمام فبدأت وقتها اعمل كارديو ادخل ماراثون الاقي ناس بتدخل ونعلق الستيكر اللي بيلزقوه ده وادخل اجري معاه اوك انا ارش فيه ايوا كلام منه لحد ما رقيت بعدها من انا جسمي خسيت اه بس شايف كل تفاصيل الجسمي فبدأت كارن الخمسة وخمسين كيلو دي بالخمسة وخمسين كيلو اللي انا كنت فيها قبل كده انا دلوقتي خمسة وخمسين كيلو بس يعني شايف تفاصيل جسمي كلها عروق في بطني وعروق في رجلي وجسمي صغير بس فيه حاجة انا بقى عرفت ان انا انا ممكن اشوف الشكل ده بس وعليه موصل ماس يبقى انا خلاص عرفت الموضوع الموضوع بالبالنس بين الاثنين بقى تاخد الموضوع بقى الاتجاه تاني بقى انا خلاص بقى انا بقى اركز خلاص انا الحمدلله دلوقتي فهمت الموضوع بقى اتشتغل على نفسي واركز وكلام من ده وقتها اعتقد في 2018 قلت ابدأ قناة يوتيوب بقى ابدأت قناة يوتيوب وبدأها عشان عربيات مش عشان فتنس انا غاوي ان انا تعديلات عربيات وتركب معرفش ومش عارف ايه دخلت في القصة دي نزلت فيديو هين كده ثلاثة وبتعلى حد موحد صاحبي قال لي بس شين انت لم تتجربش تتكلم في الفيتنس انت بقى لك كتير في الموضوع يعني ما تتجرب قلت له ماشي رحت كان ثالث فيديو ليا بالزلط رحت جبت الصبورة الويت بورد بتاعة يوسف ابني فوقت النوم وصبورة قد كده وورقة وقلم وقلم وقلت عارف الفيديو اللي كل اللوحد بيبدأ على اليوتيوب بيكتقلم فيه ازاي تحسب صارتك ايوه ستة وربين الف فيو فيو في تلاتة يوم ماشاء الله فخلص وقتها قررت لا ده كده الموضوع احسن وانا حبه صح بقى لقى تتكلم فيه لقيت واحد بعاتلي كان راجل اللي عنده حاجة وخمسين سنة مصري كان قاعد في انجلترا اوكي قال لي بس يوني انا شفت الفيديوز بتاعتك وبتاعة وعايز اتمرر معاك قلت لنا ممارنتش حد قبل كده لعمر جاي في دمائينا مره حد كده بس ماشي اشتغل معايا عدنا حوالي ثلاثة أربعة شهور قال لي بس يوني انا اهو مرة في حقيقات اشوف سيكس باكس وانا عندي حاجة وخمسين سنة اوكي ماشاء الله ففرحت اه كلينت جاب اللي بعده جاب اللي بعده وكل ده وانا لسه مهند زي ما اه واتمنى مديره بيبقاش شافني هو موديله هو خالي على فكرة كنت بروحي للشركة اهد عمل قيدة للفيديوهات بتاعتي لا لازم اتطرش للفيديوهات مخصوص هو خلاص اعرف كل حاجة دلوقتي يعني كنت بروحي عاطف الشركة كان هو كنت عد عمل قيدة للفيديوهات بتاعتي في الوقت الفاضي اوكي الحمد لله يعني اوما لانا مشيت منفراغ فالمهم بعد ما بدأت شوية كده وبعد ايجي لي كل ده ما اشتغلتش لسه في الجمهة خلص ولا كان من الكوفيد كان في 2021 اعتقد او 2021 جي في الوقت ده انا خلاص شغال يوتيوب وجانبي انستجرام على خفيف وبس وشغال مهندس عادي زيما فوقت الكوفيد انت عارف طبعا كان الشغل بدأ يرايح شوية الناس working from home الضغط بتاع الشغل بدأ يقل فجوم قالوا لي بص يا بس يوني احنا الشغل دلوقتي مرايح فاحنا بندي اجهزات مفتوحة شوية فاربع شهور يعني بنعمل زي سايكل على الناس اللي شغال فده دورك ان انت تاخد اربع شهور قلت ماشي فيش مشكلة انا متفاهمة الدنيا وعارف اللي الوضع كان عامل زي وكلام من ده فبعد ما اخدت واخلال الاربع شهور دول دقيت واحد صاحب يقول لي بس يوني بتيت اتمرن معا النهاردة قلت للي الله بي فقلت للي اتمرن فين قال لي تعالي اتمرن في جيم اسم ترينيسف قلت للمش كنت انا وقتها باتمرن في جولدس عادي جيم كوميرشا العادي روحت معافة بقول له هو جيم ده غامل كده ليه قال لي مالو بتروا المدربين اكتر من الناس اللي بتتمرن وبعدين هم دول مدربين ولا صحابهم مفيش حد لابس يوني فورم بتاع الجيم صح مش هم حاجة قلت لأ مال موضوع هنا دول مدربين فريلانسر بيوقفين كل واحد يجيب المدرب بتاعه وبيمرنه فتروا بتصدق حلو الموضوع ده فتروا مش يعني لو حاجة زي دي عايز اجربها يعني انا هبقى موسوط وانا بعملها وفي نفس الوقت انا خايف ان انا هبقى جيم بمدربين دول كلهم وانتعرف طبعا بقى كواحد ناتشل اللي بس تبقى احجام دي كلها نا شاء الله هم قادي ثلاث مرات في الحجم بس بلقت ابص حوالي بلقت اشوف ناس اللي انت بتعمره مع الكلاينت بتاعك ده انت بتحاول تجيب له اصابة انت لو مش قاصد عايز تصيبه المهم صاحبي ده اللي بقول لك بس بس ان انا فيه كلاينت عندي عايز يتمرن بس عايز يتمرن في البيت عنده الكلاينت ده معي لحد النار وطنو ماشي رحت بلقت امرنه في البيت كلاينت جابت تاني جابت تالي جابت رابع وهكذا لحد ما لقيت نفسي عندي حوالي عشرة في خلال الاربع شهور دول فلقيت نفسي حابب الموضوع بعد كده في الشركة رجوع كريموني تاني بس يوني احنا عجينا نكتكمل بقى محتاجين اجبالتي في الشغل رجعت بعدها بقيت لنا اللي اقول لهم هو انا بصوا يعني بدأت اشوف شغلي تاني جنب الشغل بتاعي فهل ممكن انا اطلوب اجازة قالوا لي صعب اتفقت معاهم قلتهم تبصوا خلينا اتفق ان انا هشتغل معاكو بس نص يوم اوكي فبقى شغلي بدل ما انا كنت بشتغل من تمانية الصبح مثلا لحد الساعة خمسة لأ بقى شغلي من تمانية لواحد ممكن تتطلع من التمرين من تقريبا يعني مبلغ جيد خليك تفكر ان اوكي نص اليوم ابقى تقضيه كمدرب الله ينور عليك هو القصة كلها ان انا قلت خلينا خلاص الشغل ده يبقى اللي هو زي ما نقول ايه بلان بي ان انا لو ده ما زبطش يبقى انا معايا ده حالو وفي نفس الوقت ده بيجي ده خلي income ثابت حتى لو هم قالوا لي هنقط من السلري بتاعك وطوله ما ديش مشكلة ما فيش مشكلة ودي نقطة هنيجي لها برضو موضوع البي تي هل هو حاجة على المدى البعيد هل هي مفيدة هل هتضر يعني كفاينانش اللي عامنا زي فبدأت قلتني خلاص هشتغل معاكو نص يوم فبدأت ان انا خلاص انا يومي بقى كان مليان ان انا من تمانية الصبح لحد الساعة واحدة مهندس من بعد الساعة واحدة ممكن اعشرة بلليه حياة ثانية سوبرمان تفتح والله ينور عليك بالزبط والله بجد بلأ واليوم كله مشهول انا خلاص يعني جيت في الاخر ان انا بموت بس خلاص انا قلت انا بحابب ده جون بعدها بس يوني احنا محتاجينك معنا اليوم كله بتاع فقلتنهم والله يبقى صعب قالوا لي طب بص صاحب بالين كدف زي برؤون عندنا في بصر تختار ده ولا ده قلتنهم سلام عليكم ايوا فكرت فيها اللحظة كده ايه الفرق ان انا اشغالت في شركة وممكن في اي وقت يقول لي الموديل بتاع الشركة وانا متفاهم الكلام ده طبعا بصرة بصد بزنس هو انت دلوقتي هتقعد من غير سالري او ان انا بقى شغال مدارب وانا نقعد من غير كلاينت بل اتنين واحد ايه الاتنين واحد مش فرقة لا خلاص انا اخطر دي دخلت في القصة بقى بتاعت البيتي والكلام ده كله وللأسف ده اخد مني جزء من جزء الانلاين خلينا برضو نتفق ان ان انت عشان تشتغل بيتي مع الانلاين الموضوع بيبقى صعب صح الموضوع مش احسن حاجة انت تجذي ساعات مع الكلائن وانت خلي بقى لك ان ساعات احنا بننسى في جزء معين ان احنا برضو في جزء انت كنت تنكرياتر فانت لازم عندك وقت للتصوير مانتها عشان الناس تعرفك لازم يقى فيه وقت تصوير وقت قدت واصلا لازم تشوى شو الصيحات اليديدة اللي طالعا فانت عايز افورت تاني خالص تخط فده اللي خلاني ارجع شوية في السوشيال ميديا تقلي مني شوية بس في نفس الوقت كانت شغل البي تي بي زيت انا وصلت لحد الجزء ده كده وحس انه بتكلم من ساعاتها في حسب لا لا بس لا بس حلو والله انا مستانس يعني ان كلامك مضبوط ان وايد ناس تحط في بالا ان انا باشتغل في الشي اللي انا شغوف فيه تمام بدون ما تفكر في الجانب الفاينانشال مثل ما قلت او ان تحس ان او والله هذا شغال في الشي اللي هو حاب لنا معنات هو عايش احلى حياة فانا اباك تدخل في السلفة يعني حلو بالعكس ده دي 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 حاجة لازم الناس تبقى عرفها خلينا انتفق ان الناس عاب تشوف اللي على السوشيال ميديا بس لك ما بتشوفش مع وراء الكواليس صح بس انا كشخص مثلا او اي حد شغال انا مش مطلوب ان انا مني مني اطلع ديلك نيجاتف انرجي انا لازم ببعين لك الحلو بس ليه ببعين لك الوحش يعني هي الحقيقة كل واحد عنده مشاكله وعنده همومه مش هاجة انا كمان بقى هقول لك ده انا النهار ده ما عرفش عندي ايه وعندي مش صح فالناس بتفتكر ان انت احسن واحد في الدنيا وبسوط لا هو الحقيقة عادي برضو عزين نوضع حاجة ان انت بتحب حاجة دي حاجة وان ان انت الحاجة دي بتتقلب لشغل وروتين دي قصة تانية خالص انا بحب اتمرن وبحب امرن بس انا مبقى واجب عليك ان انت تمرن مع الوقت الموضوع خلاص هاي اللي بروتين لانت خلي بالك برضو انت مش كل الناس اللي انت بتقابلها ولازم نكون مواضحين في الكلام ده مش كل الكلائنس واحد مش كل الكلائنس مروحين مش كل الكلائنس عايزين يجيبوا الريزولت فانت لما تبقى شغال مع الكلائنس والكلائنس مش ملتزم وباليش الريزولت فبتحس انت انا موجودي بيضيع او تحس انت محبط فالحاجات دي كلها يعني لازم ننسب احطها في عين الاعتبار فده جزء مهم الجزء التاني بقى جزء البطولات احنا قلنا روح لا لا قبل البطولات كوتش يعني هاي تكتب انت قلت نقطة حلوة انت يم دشيط الجم انت كمدرب ناترالد بين اصغر من الباجين ليش انت مدرب ناترالد ما قررتش اخد منشطات او حاجة محسنات اداء شو اللي خلاك تبتعد الموضوع مع ان انت كمدرب لو اخذت محسنات الاداء هذه ممكن انك تطور من البزنس مالك ممكن انك يعني تكسب كلاينت اكثر وممكن فهم علي شو اللي خلاك تحط لا خط احمر هنا ناترال وحتى الناس اللي ادربهم ناترال وحتى الوطولات ناترال يعني افلت الباب خالص لا اكتر من سبب اول سبب انا اتكلم علي انا كبداية انا زي ما قلتلك انا دلوقتي عندي 37 سنة فلونا رجعت بالزمن اللي ورا شوية الوقت اللي انا فعلا مركز في موضوع نهو ككرير ليا اللي عايز ياخد الموضوع بتاع المحسنات الاداء على على الجانب الاحترافي فالحد ما لازم يكون بدء من سن صغير عشان انا لو هعمل الموضوع ده يبقى انا لازم يكون عارف ان انا بعمله عشان انا داخل مع الليفل ده من المحترفين انا لو بلاته دلوقتي هستفيد ايه مش هروا في حد فهب انا بضوره نفسي مش بستفيد حاجة ما لهاش اي داعي بالعكس كوتش بقول لك انا والله مرة اسمع شاء في الجمع بحقني يعني بس واحد من الشباب كان يقول ياخي شفت اللاعب الفلاني ياب عيال وبعدها بدأ كرس هذا اللي فهم الحياة صح قلت ليش قالي لانه خلاص يعني ما في خطر انه ما يجب يجيب عيال هو مش الموضوع يا لبس انت في عندك كلا وفي عندك كبد وفي عندك كنسر وفيه بلاو زبقة كتير هو الموضوع مش موضوع خلفة بس في حالات تانية كتير وضيف عليها كمان الجزء المادي المصاريف الصداع وتعد تعمل تحليل تطمن على طب وليه انت شخص عايز تاخد الليفل ده من أنا بصراحة بسميش البادي بيلدنج سواء طبيعي او سواء بمحسنة اداء طالما وقفت على الستيج بسميش رياضة دي مش رياضة حتى لو طبيعي بيوتي باجنت هي هي خلينا الموضوع دي مهمة جدة هنتكلم فيها بجد والله هو عرض هو عرض بس لو مجرد انت طلعت على المسرح طبيعي او مش طبيعي شيل كلمة رياضة بس هقولك اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان انا ليه او مخدخلتش في موضوع المنشطات فاول حاجة ان انا مش هبقى شايف نفسي قدام الناس لو انت خلينا نتكلم على ميستر اوليمبي هو عارف ان جيناتو هتساعد انت عندك كم واحد وقف على المسرح ميستر اوليمبي كتير هل كلهم بياخدوا ميستر اوليمبيا مع انهم كلهم بياخدوا نفس المحسنات بيتمرروا نفس التنمية في ناس كدسا يطلعون على الستيج وما يفوزون لان هي اللعبة رقم واحد فيها خلينا نتفق الجينات لو انت عارف ان جيناتك مش مساعدك ما تدخلش هتتعب هتصرف ما لاش اي داعي الحاجة التانية لو انت عارف ان انت يعني بدأ هتبدأ متأخر في ناس لسه هتعدي فما لهاش داعي فده جزء جزء التاني ما تعمل مقتنع انا بأطمره عشان صحيتي تبقى حلوة يا سلام هاي ممكن اهم نقطة كوتش طبعا انا بأطمره عشان صحتك انت تأخذ ما حسن اتخرب صحتك هي مش رياضة تلارب يعني انا بأطمره عشان يبقى صحيتي حلوة طبعا كده لو بتقول ان دا هيساعدني في الشغل ومعاك بمطاقة الصراحة هتفتح لك مجال للشغل في الاتجاه ده ايوه وانا مش هيجب هذا وانا ليه ما بمررنش حد كده لان طالما انا ما جربتش الحاجة على نفسي مش هجرب على حد يا سلام مش هبقى فاهمها يا سلام صح اتعرف اقولك على حاجة من الحاجات اللي ساعدتني في جزء النيوتريشن شوية ان انا جربت على نفسي كل حاجة فيمكن دا خليني يعرف اه يعني ايه كورنيفور يعني ايه كيتو دايت يعني ايه فيجن انا جربت اصوم اللي هو صيام الماية دا جربت كل حاجة بقى وجرب بقى الدايت الكيميائي ودايت اللقايمات بص كل حاجة تتخيلها جربتها فانا عشان انا كنت بعاني من الجزء ده فانا جربته كتير بس ان انا روح اقول لواحد صراحة انا ببصلها كده برده ان انا اقول لواحد هتاخد المنشطات دي وهتهامل وتعمل والرابل دا يجي بعد شوية ما يخلفش وانا كون انا السبب انا حسنا مش بسمح نفسي صح 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 وللأسف فيه واحد ناس ما فيهم ضمير انت خلاص انت عايز تعمل كام دا وانت معك الكلاينت بتاعك وانت مفتنين بكام دا انت حري مع بعض بس انا دا مش اتجاه هلان انا بالومك انت حر كلنا ناس كبار وانت عارف مصلحتك واللي جيت مرة معك عارف مصلحت وانت حروا مع بعض انا برر الموضوع دا هلو بس الجزء بتاع البطولات ندخل علي ولا لسه عندك هلو ندخل علي اه في الفين وكام الفين و وعشرين هلو انا عرف دايما ان فيه بطولة اسمها WMVF البطولة دي بقى لها 35 سنة في العالم كله كان بيدخولها الناس اللي هم بتوعها 3D AMG لو تعرف ايريك هلمز جيف نيبرت الناس دي كلها نعم بس عمرها ما كانت موجودة في الميدل إيست خالص بالصدفة كده لقيت بوست نازل بيكلموا فيه ان بطولة WMVF هتتلاعب لأول مرة في الميدل إيست في 2020 الموضوع بدأ العفدناية انا عمرهم بفكر ادخل بطولة اتنا بالصدفة لقيت اللي بيقول اللي عامل البوست ده مدرب معايا في ترين اسم وانا عارفه فروحت قلت له هلو مش انت اللي بتاعمل ديد لفت على طول ده جنبي على طول ده قال لي اوه انا قلت له ايه موضوع ده WMVF مش عافية انا اتكلم معايا والحكاية والرواية مش عافية طبعا انا عايز اجرب دخلت اول مرة طبعا ما كنتش مستعدة خالص فدايما انت عارف انت بتحتاج وقت تعمل بلكنج ووقت تعمل كوتينج فانا بدأت تعريبا انا كنت جاهز قبلها بستة شهور فعلى ما دخلت البطولة كنت خلاص بقيت رفايا خالص دخلت اوه ادخل منس فزيك زي ما اي حد بيدخل فعلى بطولة اول بطولة دخل سبحان الله نفس البدايات اللي كنت هتفكر فيها منس فزيك واول فيديو كيف تحسب الكالوريز تعرف ايه المشكلة اللي بيخلي الناس تدخل منس فزيك الناس بتبقى فاكرة الموضوع بما ان انا جسمي صغير هدخل منس فزيك الموضوع مش كده خالص وده اللي انا فهمت وانا ما كنتش فيه مكان ده دخلت طلعت الماكزة 13 من 15 واحد وطلعت مبسوط انا جاي ببسط يعني انا مش جاي انا مش عايز حاجة انا جاي اقضي وقت جميل حلو طلعت لقيت الهيت جوج كان كنا جابيني وقتها واحد اسمه بوبل اللي هو الفاوندر بتاع البطولة اصلا فدخل بيقول لي احمد انا مش عايزك تبقى زعلي انا مش زعلي انا مبسوط قال لي خلي بالك انت كنت اكتر واحد شردت في البطولة كلها مش على المصرح بس هي بطولة كلها كانت بادي بيلدن وفيزيك وبكيني وكل حاجة كنا 65 واحد كانت صغير وعادل قليل جدا قال لي بس انت عندك مشكلتين قلت رؤوا ايه قال لي اول حاجة الاكستراس كان البسيط اللي في بطنك ده قال لي ده يخليك تخسر نقط في المينز فيزيك لكن في البادي بيلدن مش هتخسر بين نقط الحاجة التانية انت الشيب بتاعك او الفريم بتاعك مش فريم منز فيزيك انت فريم بادي بيلدن قلت رأيه بس انا على الستيج انا كنت وقتها 62 كيلو قال لي لا ما احنا عندنا في الناتشر الموضوع مختلف قال لي في عندنا حاجة اسمها بانتا مويت اللي هو تحت 65 كيلو وبعد كده في اللي تحت 70 كيلو وهكذا في نقطة عايزة اقولها ان الناس اللي بتبقى فاكرة ان انت ك 65 كيلو او كلام من ده انت مش هتعرف تعدي الرقم ده بكتير انت كواحد بتتمرن طبيعي انت لك لمت على حسب فريمك على حسب حكم جسمك فانا لو اعدت حياتي كولات مرا عمر موافع الستيج مثلا 70 كيلو وبعد طول انا طول 170 اذا واحد طولة مثلا خانتكلم 180 فهو جاي يتكلم الالقام ويد اعلى الله انا ورعليك بالزبط لان احظام اذجل لان اصلا يعني عشان يبين فريم كبير فريم كبير فريم كبير فقال لي بص انت محتاج تاخد سنة off season ركز على نقطة ضعف اللي عندك وتعال ادخل بادي بالنك حالو انا خدت سنتين حالو السنتين دو مكنتش بلعب غير رجل والله دخلت السنة اللي فاتت الحمدلليني خدت مركز اول وخدت الكرت اللي احتراف بس فهدي كصتي من اول مكنت في الجمعة والله يا كوتش يعني احس اللي انت مريت فيه هذا يعني يعني عيبني شي واحد انت تجرب شي على نفسك قبل ما تجرب على حد ثاني وفي في ضمير في الموضوع ان انا ما بخلي شخصي عاني انا وردي جربت شي على ناسي احمد تأكد اصلا يعني مش عارف يعني هيقول لي اخد ايغم معرفش الله انا ما فهمش الموضوع فعلا بتاع الموشطة الضخل زكوتش كيف كيف تجبر نفسك وانت تتمرن انك تسوي شي صح نفسي انا قلت في البداية يعني نقول مثلا اليوم انا بتمرن تنبو بنزل شو اسمه الكون سنترك خمس ثواني والإي سنترك خمس ثواني كيف كيف تجبر نفسك تسوي هالشي اعرف بعد فترة من التمرين هتحس الموضوع في متعة اوكي يعني تحس الموضوع كده انا جاي النهارده قد بسط اوكي يعني الموضوع وانت اكيد في الموضوع ده برده اكيد انت رغفت مرر يعني ما تحسسنيش ان انت لا بس صد صعب يعني لانا ويد مرات يعني الناس يتكلمون عن الإيغو لفتن وانا دوم اقول لك اللي انت موالي الإيغو لفتن فيه نصفها متين انا والله اشيل عشان الناس تشوفني اشيل اوزانة عالية بس هذا مش مش الجانب الوحيد للإيغو لفتن الجانب الاكبر هو الإيغو لفتن بينك وبين نفسك بالزبط يعني انا قبل كنت اشيل فلنفترض بنش برس سبعين كيلو جرام اي انا العب بنش برس ستين كيلو جرام بس مع تمبو لا مش حلو اوكي فانا لا بجرب ألعب بالتمبو سبعين كيلو ما تطلعي معايا خلاص مش مشكلة تمبو عارف كان بيجي لي وقت لما بشوف الفيديو هات بتاعتي زمان لما كنت بتمرن وانا مش عارف انا بعمل ايه بعد ابصك على الفيديو بتاعي وانا بتحكي يعني الشكل مش حلو لكن لما تبدأ تشوف حد بيعمل حاجة صح شكلها حلو وبرضو انت من جواك عارف دايما كده اقول لك ايه عارف دايما يقول لك اخيال بقى ان انت لما تبدأ بالخمسين كيلو او ستين كيلو وتعملها صح وتوصل للسبعين كيلو صح وتوصل للثمانين كيلو صح بس الناس ما فيها صبر الناس ما دلت تصبر على هي لعبة خلي بالك اللعبة هي لعبة مملة اوكي هي خلينا نتفق انها لعبة مملة هاي كلمة حلوة يعني اه هي لعبة مملة بصراحة يعني وده بتشوف لعبة من الكلاينت اللي معاك يقول لك حمش نغير التمرين حلوتها ان انت تشوف ان انت بتتطور فيها يعني مثلا زي ما انت قلت انا نهاردة بعمل بنش بريس مثلا بستين كيلو مرة بعد عمل تاب سبعين هي دي حلوتها حلوتها ان انت بتعمل ده بس اهم شي يعني ان الواحد ما يتنازل عن الاساس يعني خلاص انا حطيت في بالي وبلعب بنش بريس سلو اي سنترك وتمبو امسك نفسي هذا اهم شيء وبعدها حد تطور خلي بالك اصلا تلاقي موضوعها في الاخر وبرده الكلام ده مجاش من فراغ انت عملت جربت الايجوليفتن قبل كده واتصبت منه امسك نفسي يعني انت بهدلت 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 فخلاص انت بتوصل لمرحلة ان انت خلاص انا مش يعني هقولك برضو حاجة اعرف لما بتوصل لمرحلة معينة انا مش بعمل ده عشان اثبت لحد حاجة انا مش رايح اشيل علشان اثبت لك ان انا بشيل لاتقل منك يعني معرفش ياريب تيجي مع السن ولا بتيجي ازاي بس اللي هو انا رايح اجمع عشان انا عايزة ببسط انا رايحة انا مش فرق معان يعني انت تشوفني بشيل اتقل يعني انت بتكرر نفسك ان انا بشيل اتقل منك برافو عليك ام ربنا اديلك الصحة برافو عليك كوتش اتكلمتلي عن الانلاين وعن البيتي وقبل ما نسؤله قلتلي انها خلاص هالفترة احاول انها ارح اونلاين انا مقتنع ان البيتي البيتي يعني بس انا دائما بشوف ان في ساعات ناس بتتمرر مع مدرب في الجيم وبلاقي الناس دي بيحصل معايا يفضل مع المدرب سنة واثنين وثلاثة واربعة مش بشوف لها داعي يعني انا بالنسبالي دور المدرب في الجيم انه يعلمك الاساسيات وازاي تتمرر وازاي تعمل تثبت التكنيك بتاعك وكما منها بعد فترة المدرب بالنسبالي بيقلب ان هو واحد بيتفرج عليك وبيعدلك حالو بجد يعني منتقل بساطة ويعني ده انا دائما بيقول الكلائنة اللي معايا بعد ثلاث أربع انا على فكرة فيه نوقت برده مهم انا لو فيه بكلائنة بعد ثلاث أربع شهور تمرين ولسه مش عارف يزبط التكنيكس بتاعت التمرين في حاجة غلطية فيه في المدرب وفي الغالب تكون في المدرب ازاي بعد ثلاث أربع شهور تبشيح تتمرن صح إلا لو تمرين جديد لكن ازاي حتى لو تمرين جديد لازم يكون عند الاساسيات أيوة الاحساس انه عارف ترى والله التمرين هذا مثلا عند الكوادرايسابس عارف كيف يحس بالكوادرايسابس الله نعرى أعرف ازاي اتمران زي ما تقولت بتمبو مزبوط عارف ان هو يعني بيعمله فبعد فترة بيبقى دور المدرب ان هو بيدي لك الخطة اللي هتيمشي عليه يتابعك عشان خلينا برضو نتفق ان الناس اللي تيجي الجيم مش كلها عندها استعادات تفتح يوتيوب وتقرأ وتشوف بتقول ايه وتبقى بضيت لا انا راجل والله دكتور عندي ماعرفش ايه بتاعك لان انا عايز حد يديني البلان بتاعتي يمشي عليه زي بالزبط لما انا او 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 اي حد فينا بيبقى عايز هقولك ايه حد يعمل له ادت للفيديو مثلا في الشغل بتاعك حد يعمل لك ادت انت بتعرف تعمل ادت بس هل ده معناه ان انت هيعمل لك مثلا منتاج او هيعمل لك ادت لو هيعملوا في نصف ساعة ده ممكن تعملوا في ثلاث يام صح فانا بالنسبة لي مبدأ ادت دي لعيش لخبازه زي بيقول حولو فخلص على فكرة على سافة عيش نحنا نقول عطل خبز عطل شو عطل خبز للخباز لانا العيش العيش عندك هو رز انا نحن رز لا بقول لك يا بخبز تسعى يعني مالك تجعل ويا واحد وصل يقول لي تبعيش اقول لي هيعطيني خبز يا عيش هنا رز ايو ابا عيش هي تفضل عيش يعطيني خبز زيادة كابتن انا فاكر في مرة كنت في مكان مش فاكر والله كان تريبا عزة او حاجة وموضوع القهوة انت لازم تريبا تقلب الفنجان عشان ما حدش يملأ لك الفنجان تاني ايو صح انا تحبت ايو انا تحبت مش عادة كيفية اعطي اقول لأ ازاي باكر الكم ده كان في القول فاكر تقول لي ان تعطي الخبز اه تضيناور عليك فخلاص الراجل اللي عنده شو اللي عنده حياته هو الجم جزء من حياته ما ينفعش حياته تبقى جزء من الجم فخلاص انا بساعدك بديلك الخطة بتاعتك اللي هتمشي عليه هقول لك واحد اثنين تلاتة وكل اسبوع نشوف فصولة لايه ده انا بشوفه بصراحة اهم مئة مرة الا لو واحد ما عندوش الخبرة خالص انا معاك في الاول احط رجلك على الطريق وبعد كده تكمل دي اول ميزة في الانداين عن البي تي بالنسبة لي تاني ميزة الوقت انت دلوقتي مش مضطر ان انت تبقى ملتزم بمعيد معينة مع مدرب لانت ما سيتقول لي اثنين معاك في الجم والله انا فاضي من الساعة خمسة للساعة سبعة افر انت عسل مرة من الساعة اربعة في اسهل من الابليكيشن والفيديوز موجودة موضوع بسيط جدا يعني الحاجة اللي بعد كده موضوع ال كفاينانشلي ارخص ارخص انت ممكن تمن الشهر مع المدرب في الجم بدأ من تلقى شراء اونلاين فمن كل الزوايا وفي دلوقتي ناس انا عامل حاجة زي كده انا عامل حاجة مثلا نسميها هايبريد هي اونلاين بس مثلا انا معاك ساشن كل اسبوع مثلا نشوف الدنيا عاملة زي حاصلناك الموضوع مش شاف ان انت محتاج اكتر من كده فموضوع البيتي في الجم ايوة قلنا التليفونات سايلونت ده المنبه والله رد رد لا ده المنبه انا عامله سايلونت بس منبه هو الكرر والله موضوع كتقولي انه ارخص هو وانت عامل حاجة هايبريد احيانا اه بالزبط فانت الوقت عامل حاجة هايبريد انت مثلا ممكن تيجي ساشن في الاسبوع طيب للأسف للأسف الحاكتين اللي بيخلي الناس عايزة ملتزمة انه يبقى معاه مدرد في الجم حاكتين انهم كسل فهو عارف ان لو بسيوني او مين مش موجود في الجم انا مش اروح حتة الاكاونت بريد دي مش موجود الحاجة التانية للأسف في ناس كده بتاخد موضوع مدرد انه هو شوف اوكي انا عندي المدرد بتاعي اها انا عندي المدرد بتاعي بنزل واخد ستوريز عالسوشال ميديا اعتمد عالجم اه لا لا السوشال ميديا ده ده عنده مليون فولور انا هتصار معاه يا جماعة الموضوع تغير لي هاشي ما بنشوف في الجم البلدي امان للوقتي المشكلة ان الجمات دي كصة تانية ايوا ما بقتش جمات انت دلوقتي لما تروح تتمرن كواحد بتتمرن يقول لك لا ماينفعش تعمل انت بتعمل اللي هو عمل ايه انا بتتمرن عادي لا ماينفعش تدخل تتمرن ومثلا لو الوزن تقيل انت شاله غصبا عنك ممكن ينزل منك على الارض يعني لا ماينفعش ترزع الوزن اعمل ايه طيب اموت يعني فالناس دلوقتي بقى بالبص للجم انهم الجم اصلا هو مكان انا راح اتكلم ايوا اصار في مطعم في الجم صار في جهوة خاصة بالجم صار في لبسات معينة حق الجم بقى فيه من يكر وبد يكر في الجمات دلوقتي راح ينفين صار في فاسيليتيز يعني انت سارت اتمرن تشيل حديد صار في فاسيليتيز سونة يعني فيه بعض العارف لان ماكنا ما عنديش مشكلة يكون دا موجود بس ما تفكرش الاساس صح حوالك على حاج خلينا مثلا انتفق ان موظم الشباب يروح الجم عشان يعملوا جسم حلو فرضنا ومعنا معاك انه مش دايما حاجة كويسة لان الجمات دلوقتي بقت موظم الوقت مختلطة بقى فيه بنات واحد مثلا بعد التمرين بتاعته داخلي سيدي بطولة عايز يعمل شوية بوزنج عشان يشوف شكله يلع تي شيرت بس ممكن يعملوا البان من الجم انه قلع تي شيرت معاك ان الجم مختلف بس بقى خلاص لو انتو قررت وان الموظم يبقى كده اعمل لي مكان اعمل فيه بوزنج ما تخليش الرياضة تفقد ما ينفعش اروح للرياضة سباحة مثلا ولو ما ينفعش تنزل للسومنج بول صح طب انا جيلنا ليه طب يسوي لبوزنج ستوديو غرفة بوزنج ستوديو ما فيه جمهات عملة كده فالمفروض ما ينفعش الروح بتاعت المكان تروح جميل ان انت لما بتعمل كده وان الجم يبقى مكان تسوشيلايز فيه ان انت بتحمس الناس ان هي تيجي تلعب رياضة جميل هاتوا الناس تلعب رياضة بس الاساس حافظ عليه صح فعدي انا بشوفها حاجة مهمة ومش موجودة دلوقتي لاسا طب كوتش ماذا بعد ماذا بعد وصلنا احين كوتش بسيوني عاوز يحول اونلاين اكثر شو القادم هو انا وايد ناس اوك قول ما تكمل سوري وايد ناس يوصل لمرحلة يحس ان اوكي انا لعبت بادي بلدنج سنين وناس ما قلت حسيت انها صارت مملش وي تكرار وشي ابا اجرب رياضة ثانية ناس بلد تركض ناس بلد كرونسفوت ناس بلد كالستانك انت شو عندك طيب خلينا اقول حاجة كده انا يمكن ما قلت هاشجر عندك انت موضوع البطولات ده رقم واحد انا بصراحة بفكر ولسه مش اكيد انا كنت بفكر ادخل بطولة السنة الجاية بس بلأت افكر ان انا ابعد عن البطولات شوية لا اكتر من السبب اول سبب انا كنت تعبت الفترة اللي فاتت دي شوية كده جالي شوية دور تعب كده شوية فقعدت شهرين تقريبا باتمرنش خالص فده يمكن فكرني اكتر بحطة انا عايز حافظ على صحتي او لا من اي حاجة تاني فانا دايما مقتنع ان انت الرياضة كمال الاجسام ان انت عايز تحسن شكل جسمك بتوصل للمرحلة ان انت هتقف على المسرح سواء طبيعي او مش طبيعي ده مضر ايه الرياضة اللي تخليك تجوع نفسك لمدة شهر لو اتشهر قبل البطولة وتبقى حتى لو طبيعي هرموناتك ببوز جعان على طول وتسحب ماي من تحت الجلد حتى لو طبيعي طبيعي ده دي مش رياضة فدي حاجة بتضررين انا صحيح ده راكم واحد تاني حاجة ويمكن الناس هتبقى يعني مش يعني تبقى باستغربة كلام شوية موضوع الحرمونية ايه حرام انت تقف على الستيج باللبس ده وبتاع الكلم ده فيها حتة حرمونية شوية مش هندخل في التفاصيل بس ده جزء منها تالت حاجة مش البطولة هي اللي هتخليك تبقى مدرب شاطر صح كام واحد وقف على المسرح وما فهمش اي حاجة في التمرين ما احترامي طبعا يعني فيه ناس كتير طبعا فهمهم وكان بقول بقى انا بقول عن نفسي مانا وقف على المسرح بس كام واحد وقف على المسرح وهو اصلا لا يفقع شيء في التدريب صح صح ممكن العكس لكن انت مش معنا يعني دي نصيحة لأي مدرب لسه عايز يبدأ ما تفتكأ اسمعوا مش البطولة هي اللي هتخليك مدرب شاطر صح لو انت داخل ده عاش تقول مدرب شاطر لا يعني مش مقياس اذا واحد طرع على السيج الجسم خلو انه والله مدرب فهم وله فهم هتدي لك اكسبوجر لو انت استغلته صح لاني كان واحد وقف على السيج وما استغلتهاش صح انا بصراحة مش اتعلك عليك انا استغلته الموضوع صح نقداني اكسبوجر شوي خلاني ارجع للماركت بتاع مصر تاني انا بعدت عن الماركت بتاع مصر الجامل ده الفترة اللي فاتت بعد الحالة الظروف المادية في مصر والكلام ده الفترة الاخيرة فانا بعدت عن الماركت بتاع مصر فترة وده رجعني مصر وخلاني غير سيستم وده هقول لك عليها دلوقتي الجزء التاني ماديا تعالنا نحسبها للشباب خليني اتكلم ناخد مثال لقرب لاي انا عارفه ومصر انت علي دلوقتي ان العصار في مصر كل حاجة بقت غالية فعشان شاب في مصر يدخل بطولة واغلب اللي قوازين يدخل بطولات اللي متحمسين 18 سنة لحد حاجة و20 سنة معظمهم ما بيشتغلوش او لسه في بدايات شغله 18 سنة تلسه في جمعة طيب انت عشان تي تدخل بطولة مثلا زي WMVF في السعودية اللي هتبقى قريب او معينها لسه في التحكيم وانا بقولك الكلام ده بس انا يعني كنت بحكم من سنتين ولسه بتاعت السعودية هتحكم فيها اوكي ماشاء الله يالله يخليك بس يازم برضه وضح النقطة دي انت عارف انت هتصرف كام طيران مدرب بطولة نفسها عشان تدخل بطولة انا حسبتها حوالي 20000 جنيه اوكي يعني كم بتدرهم يعني حوالي تعاليها بتتكلم في 21000 جنيه اوكي ماشي لو انت موجود هنا انا بقولك انت لو موجود هنا وبتاخد المرتب بتاعك من هنا وحيارتك هنا الموضوع هيكون ابسط لكن لو انت من مصر خليباك برضه لسه الناس في مصر المرتبات والكلام ده كله مقرنة بال200000 يعني هقول لك بمثال بسيط 10,000 درهم 130,000 جنيه كيمة ال 10,000 درهم هنا اقل من كيمة 130,000 جنيه في مصر ده اللي انا عايز اوصل فانت الم200,000 جنيه دول انت عشان توفرهم موجود كبير او هتاخدهم من والدك او من والدتك فضغط عليه فهل انت شايف الموضوع فعلا مستاهل لو انت عايز ده عشان تشتغل او لك لا مش دي احسن حاجة لو انت مقدر ما تدين وعايز تعمل ده عشان تتبسط فانت خلص عارف الموضوع جميل كامل فيه بس ما تبقاش حاطط نفسك في ضغط انا لازم اعمل كده عشان امدرب شاطر مراش علاقه خالص فيعني بتبتعد شوي يعني البطولات دي الاسباب بتاعتها رقم واحد يعني الرقم اثنين انا يعني بدأت افكر في الموضوع كبزنس اكتر اوكي يعني دلوقتي انا مثلا في الولاين كوتشن بقى معايا تيم في مصر بحاول اسكيل الموضوع شوي فده اللي انا بحاول اعمله الفترة اللي جالي ان الكوتشن مايبقاش بسيوني هو يبقى شرك تيم بسيوني او ازلط عشان تقدر تكبر في الموضوع غصب عنك وتقدر توفر السيرفيس مايبقاش تبقى اوما انشو صح اي شركة عشان تكبر او لو انت عايز تاخد الموضوع بشكل بزنس لو انا فضلت اقولك ان انا بتابع مع نفسي كل الكلاينت اللي معايا وانا عندي غلوفات الكلاينت لاني برضو خلي بالك الموضوع ده ممكن تقول انت مستغرب شوي هنا البيزنس موضل في مصر مختلف بزنس موضل في مصر كيف مختلف يعني خلينا نقول انا إلا خلينا نبحث عن اونلاين كوتشن في مصر فترة انا قاعد هنا في الامراض خلينا نتكلم بصراحة الاسعار الطبيعية للاونلاين كوتشن سواء في هنا او في اي بلد اجنبية افرج الالف درام في الشهر الالف درام في الشهر دي في مصر عارفين كم يعني على 13000 مين اللي هتمرن بعد 13000 في الشهر ايو لك اعمل live instruction اسهل يعني صح فكان لازم تبدأ تعمل موديل مختلف ان هو انا انا بدل ما انا هتابع بنفسي هنبقى فيه تيم وانا بسبرفايز التيم ده وهنوفر الموضوع ده بأسعار ابسط ليه لما يكون معك تيم هيقدر يكوفر عدد اكتر خلينا نفترض ونحاول نجيب اسماء مطاعم بعيدا على المقاطعة خلينا نفترض مثلا اي مطعم على اي سبيل مثال انت لو بتروح تاكل المطعم ده يعني فينا سكيل بتعترض على فكرة التيم هل انت بتروح تدور عايز صاحب المطعم اللي يعمل لك الاكل ولا عايز الاكل يكون معمول بطريقة المطعم طريقة المطعم نفس الكلام لو انت راح تتمرم مع باسيوني باسيوني لا يمرنك او حد غيره يمرنك انت يهمك ان انت تاخد السيرفس مزبوط ايوه صحي فدي نقطة مهم فدي نقطة الموضل في مصر بس شو الشيء الجديد والله نفسي العب بالرياضة تانية فعلا انا كنت بفكر في جوجتسو حلو اه افكر في عمر ما لاعفت بصراحة بس كنت خايف لانه ممكن يبقى فيه اصابات اي رياضة بس ده هيأثر على البطولات فكنت بفكر ان انا خلاص ده تمام عايز ادخل في رياضة مختلفة شواء خلينا برضو متفقين ان رياضة الكمان الاكسام او الحديد عمتا الكار دي والاندورانس بتاعك مش موجود اقل من غير فعايز رياضة تانية تحسن لي نفسي شوية لان انا برضو يعني دي حتة عندي مش احسن حاجة فعايز اهتم بالصحة بشكل عاميا يمكن انا لو بقول اكثر شي رياضة كمالاكتسام ما تركز عليه هو يمكن المرونة والفلكسبلتي مقارنت برياضات ثانية طب انا عايز اقولك على النقطة دي مهمة فيه ناس دلوقتي بقت مودة طالعا انه يقولك انت طالما تلعب مدى حركي كامل انت مش محتاجي ستريتشنج انا معاك انت مش محتاجي ستريتشنج بس خلي بالك برضو بالنقطة مهمة ان انت تفضل تثبت التكنيكس بتاعتك في التمرين زيادة عن لازم تعرف ان ده لي اضرار والله خلينا اتفق في حياتك العادية هل انت بتعمل كل حاجة صح؟ ففي شكل صح؟ خلينا اتفق مثلا لو انت في حاجة مثلا وقع على الارض ونزلت شله هل انت كل مرة تنزل كأنك بتعمل داد ليفت؟ لا طبعا انت عايز جسمك يكون مستعد ان هو يعمل الحاجة الغلط صح انما كنت في التجنيد جربت الجوجتسون رياضة جميلة يعني صح وعطتونا مثل اساسيات يعني تحس ان لا ممكن ان صدق الطاقة هي القوة اللي عندك تستخدمها صح يعني بكرة لا سمح الله دخلت في معركة مش عضلات عالفاظي شكرا انا مقتنع بالرياضة دي عاجبني فيها حاجة مهمة انها مش قايمة على ضرب بس فيه تكنيكالية تكنك بتاع بشترنج صح ده اللي عاجبني فيها ازاي تخليه قدامك يكتف نفسه بنفسه ولو تخليه حركة بسيطة انت ماسك صبعه بس كلها تقريبا مسكات جرابلين اه بزر هي مشكلتي فيها بس التلحم الزيادة بس ده المشكلة زيادة معي فيها كوتش مستمتعين وياك والله انا اكتر والله حلقة جميلة والوقت طار ودعمنا الوقت ممكن نتكلم المرة يا انا صار حيبني وضع الفاينانس في التلحم احس ممكن ندخل فيه في تفاصيل يلا بينا انتم مش عارفين اللي حصل في الفيديو لعشان يتصور كم رب تسخن وكان فيه كوتش ان شاء الله نشوفك انا رسول بقدم القادة دي والله والله حلقة جميلة جدا جمهورنا الكريم ان شاء الله نشوفكم في حلقة يديدة قصة يديدة وفي تستريه يديد تابعونا اشتركوا في القناة